أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع فالقرآن قلّى الشيء اللي وذكاه يتعلق بهذه القضايا للقضايا الدعاء على النبي صلى الله عليه وسلم قال وأحل الله البيعة وأحرم الرباء لأنه هو الذي يملك هذا الحق وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه من دعا بدعوته واختفى أثره وصار على نحجه إلى يوم الدين لا زال الحديث موصولا عن الآيات الكريمات من سورة الأحزاب وتوقفنا فيما مضى عند قول الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وهذا النداء الثالث للنبي صلى الله عليه وسلم من النداءات بهذه السورة وكما سبقنا بينا أن هذه السورة افتتحت بالنداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ونازالت أيضا يتكرر هذا النداء فهذا النداء كان النداء الأول متعلق بذاته صلى الله عليه وسلم والنداء الثاني متعلق بأزواجه وهذا النداء الثالث بأوصافه للتنويه بشأنه صلى الله عليه وسلم فقال الله عز وجل نداه بهذا النداء ولم ينادى النبي صلى الله عليه وسلم باسمه نودي بقية الأنبياء بأسمائهم وإن كان النبي أخبر عنه إخبارا باسمه لكن لم ينادى صلى الله عليه وسلم باسمه إنما نودي بيا أيها النبي ويا أيها الرسول فقال الله عز وجل في هذه الصورة يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم شاهد قال الله عز وجل فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيداً يومئذ يودوا الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثاً ولذلك لما قرأ أبن مسعود على النبي صلى الله عليه وسلم افتتح سورة النساء ثم قرأ فوصل إلى هذه الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم حسبك حسبك فنظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا عيناه تذريفان من الدموع لأنه استشعر هذه الشهادة على هذه الأمة فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدة يومئذ يودوا الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض وأيضاً قال الله سبحانه وتعالى إن أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً ولاحظوا أنه أيضاً مبشر عليه الصلاة والسلام وقدمت البشارة في دعوته صلى الله عليه وسلم على النذارة وهذا الكثير من حاله صلى الله عليه وسلم هو الأكثر وإن كان الأنبياء يختلفون فبعض الأنبياء كنوح عليه السلام الأكثر من حاله النذارة هو الأكثر من حال النبي صلى الله عليه وسلم نبينا صلى الله وسلم البشارة ولذلك ينبغي أن تأسى بذلك فأن نبشر قبل أن ننذر وإن كان الأمر مطلوب يعني حتى للدعاة الذين يأتون يبشرون أيضاً وينذرون لكن تقديم البشارة على النذارة ذكر أهل العلم في التفسير أنها دلالة على أن التبشير مقدم وأنه الأكثر من حاله صلى الله عليه وسلم طيب أيضاً نأتي إلى قول سبحانه وشراً ونذيراً وداعياً إلى الله وداعياً إلى الله ولاحظوا أن هذه الدعوة وصفت بأنها إلى الله وأيضاً وصفت بإذنه فهي دعوة إلى الله يعني خالص لله عز وجل لا يدعو لأشخاص ولا لأحزاب ولا لأمر يخصه في خاصة نفسه إنما يدعو إلى الله وداعياً إلى الله فالله عز وجل يثني عليه بذلك وداعياً إلى الله أيضاً وليس هذا الدعاء من نفسه لم ينطلق مخلصاً من نفسه إنما كان بإذن الله وبأمر الله وهذا يرشير أيضاً أن كل ما يأتي من عند النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو من عند الله وبإذن الله ومنها هذا الأمر وغيره من الأحكام التي جاءت ولذلك ينبغي للداعي إلى الله عز وجل أن يتمثل هذه الشهادة وكذلك البشارة والنرارة والدعوة الخالصة أقول الخالصة لله عز وجل والتي تكون على طريقة الله وطريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسير ولذلك العلماء نصوا دائماً ونكرر ذلك في كل أحوالنا في دعوتنا وفي عباداتنا وسائر أحوالنا أن العمل المقبول لا بد له من الشرطان الرئيسان شرط الإخلاص وشرط المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم ثم قال سبحانه وتعالى وداعياً إلى الله بإذنه والوصف الخامس وسراجاً منيراً أن النبي صلى الله عليه وسلم سراج وليس أي سراج بل سراج يتوحج ويضيء وهذا من الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم لأن الإنارة فيها لا بد من اللضاء ولذلك يقول بعض المفسرين ووصفه بالإنارة لأن من السرج من لا يضيء إذا قل يعني وقوده وزيته ودق فتيله وأما النبي صلى الله عليه وسلم فالله عز وجل أن أخبر أنه سراج سراجاً منيراً قال وهذا من بشارته بعد أن وصفه بهذه الأوصاف الخمس وبشر المؤمنين بأن لهم وبشر المؤمنين سراجاً على المؤمنين قبل أن يبدأ في الأمر بعدم إطاعة الكفار والتحذير من المنافقين فأمر بتبشير المؤمنين وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلاً كبيراً وثواب الأعمال يعني ليس فقط العمل إنما الأجر في الآخرة هو زائد على ما عملوه فضلاً من الله فقال الله عز وجل بأن لهم من الله فضل الفضل الزيادة ثم وصف هذا الفضل بأنه كبير وصف بأنه كبير فهو تفضل من الله زائد على ما عملوه وأيضاً كان بالكبير ولذلك أيضاً بين في آية أخرى عندما قال الله عز وجل والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون فيها لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير ثم جاءت الآية شبيهة هذه الآية الثامنة والأربعين شبيهة بالآيات الأول في صدر الصورة عندما قال الله عز وجل في أول الصورة يَا أَيُّهَا النَّبِيَ اتَّقِ اللَّهَا وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَنُونَ خَبِيرًا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلة كرر أيضا في هذه الصورة في ثناياها وفي منتصفها قال الله عز وجل وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ ذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفِبًا كما قال يَا أَيُّهُ النَّبِيِّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ قال في الآية الثالثة وَكَفَى بالله وكيلة وقال هنا في آية واحدة تأكيد على هذا الأمر ولا تُطِعِ الْكَافِرِينَ مشكلة وأرجو أن نلتفت إلى ذلك مشكلة كثير من الذين قد ينحرفون في باب إطاعة الكافرين والمنافقين أنهم يتأولون فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يعالج هذا الأمر الخطير وهو يعالج هذه الأمور التي اعتاد عليها أبناء وقته فقيل له وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعَ ذَا هُمْ وَتُوكَّلْ عَلَى اللَّهُ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلَةً فتكرَّرت هذه مع تلك بهذه الصراحة وهذه الشدة فقال الله عز وجل وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعَ ذَا هُمْ والمراد بدع وأذاهم قال أهل العلم أي لا تعاقبهم وهذا قول وإن كان الأقل من قول المفسرين وقيل أيضا يعني عدم الاكتراث وعدم الاهتمام وهذا قول الكثير من المفسرين ولذلك قال الله عز وجل فتولى عنهم حتى حين ثم قال سبحانه وتعالى يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك نمر أيضا على هذه الآية يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي قبل ذلك جاءت معذرة قبل ذلك قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن والعلم ناسبت مجيء هذه الآية تاسعة والأربعين يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلة ما جاء من قصتي وتطليق زيت وعمومًا هذه الآية في سورة الأحزاب جاء قبلها أيضًا ما جاء في سورة البقرة عندما قال الله عز وجل لا جنه عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرض لهن فريض ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعًا بالمعروف حقًا على المحسنين وقال أيضًا في الآية التي بعدها بآيات قال وللمطلقات متاعٌ بالمعروف حقًا على المتقين وقال في هذه الآية وهي أصرح وأدل على من قال بالوجوب في مسألة متاع المطلقة التي لم يدخل بها لأن المطلقات إما أن تكون مطلقة مدخول بها مفروض لها أو مطلقة لم يدخل بها وفرض لها أو مطلقة لم يدخل بها ولم يفرض لها فهذه أنواع المطلقات فقال الله عز وجل في المطلقة التي دخل بها وفرض لها قال الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ثم قال أيضًا في المطلقة وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لم تمسوه وفرضتم فهذه في نصف ما فرضتم عليك النصف أما لو طلقت ولكنك لم تدخل ولم يفرض فهذا عليك على قول بعض أهل العلم الوجوب على قول بعضهم بالنجب من خلال هذه الآية وهذه الآية قوية في مسألة وجوب المتعة وقال ابن عباس المتعة أعلاها كأن يمتعها بخادم وأقلها كأن يمتع بثلاثة أثواب والله عز وجل على الموسع قدره وعلى المقتر قدره يعني حسب حال الإنسان من الغنى والتوسط والفقر في مسألة المتعة وإن كانت لا يحكم بها قضاءً لأن كان بقى ما يقول شريح يقول كنت أقول بالوجوب لولا أني لم أرى أحداً قال بالوجوب في ذلك لم يحكم بذلك حكماً إذن هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم ويفاد من قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن يفاد من الآية أن معنى نكحتم انتبهوا أيها الأخوة هذه المسألة مسألة النكاح في الشرع يطلق على مجرد العقد على مجرد العقد وإذلك قال الله سبحانه لا تنكح المشركات مجرد العقد لا يجوز العقد على المشركة ليس المراد الوطن يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم والدليل أننا لا يراد بها الوطن لأن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فكون قال لنا من قبل أن تمسوهن يدل على أنه لم تمس ولم يدخل بها ومع ذلك سمى النكاح هنا بالعقد ولذلك في مصطلح الشرع نعم في مصطلح اللغة الوطن لكن في المصطلح الشرعي المراد بالنكاح يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم طيب إذا نكحتم المؤمنات طيب وغير المؤمنات هذا خرج مخرج الغالب مخرج الغالب وإلا حتى لو نكحت غير مؤمنة من أهل الكتاب فحكمها نفس الحكم يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن أيضا ثم طلقتموهن يدل على أن الطلاق لا يكون إلا بعد نكاح الصحيح من ظاهر الآية أن الطلاق لا يكون إلا بعد نكاح ولذلك لو قال واحد إن تزوجت بفلانة فهي طالق ما وقع لأن الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم ثم طلقتم فما يعد طلاقا إلا أن يسبقه نكاح وقال من قبل أن تمسوهن ولماذا لم يصرح القرآن هنا يكني حتى يعلم الناس الأدب الأدب في هذا الباب وأنه المسيس المسيس ولذلك جاء المس في قول حتى مريم لم يمسسني بشر والمسو المراد به هنا وفي كثير من الآيات المراد به الجماع من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن فما لكم هيا لكم إضافة لكم يعني أن حقكم لأن حقكم لأن حقك تراجعها في هذه الفترة أنت ليس لك حق في هذا وحقك في حفظ النسب فما لكم عليهن من عدة تعتدونها هي لا تعتد لأنها طلقت ولم تمس فمتعوهن قال الله عز وجل إذن ما المطلوب منا في هذه الحال لم يفرض لها ولم ولم يدخل بها قال فمتعوهن لماذا نمتعهم طيب مدام لم يحدث شيئا نقول جبرا لخواطرهن جبرا لخواطرهن لما تعلقن به فإذا أهديت لها هدية ومتعتها بحسب قدرتك وسعتك وتوسطك أو ضيقك قال الناس إنما استخار الله ولم يسمع عنها شيئا أما إذا تركتها بدون هذه المتعة من الله عز وجل ولذلك ينبغي كما قال الله عز وجل حقا على المحسنين حقا على المتقين ينبغي أن نكون من المحسنين ومن المتقين ولذلك قيل الإمام محمد جاءه شخص فقال أمره بأن يمتع فقال كن من المحسنين فأبا قال كن من المتقين فأبا قال يعني لا خير فيك لا من المحسنين ولا من المتقين فينبغي حتى على كل المطلقات يا أخوان إلا كما قيل أنه إلا المطلقة التي فرض لها النصف وإلا ينبغي أن تكون هذا ديدا المطلقين وديدا ولذلك حتى في السراح وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا فإذن قال الله عز وجل فاطلقوهن وأيضا في التسريح ينبغي أن يكون هذا التسريح تسريح جميل بكلمات طيبة وبعدم الإضرار بهن أو النطق بأمر يسوءهن إنما يكون هذا التسريح كما قال الله امساكم يعروف أو تسريح بإحسان بل سم هذا التسريح سراحًا جميلًا ثم عادت الآيات مرة أخرى لبيان بعض أحوال النبي صلى الله عليه وسلم فقال الله عز وجل يا أيها النبي إن أحللن لك أزواجك التي أتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك إلى آخر الآية إذن هذه الآيات تشير أن النبي صلى الله عليه وسلم أحل له هذه الأنواع وذكر أن أتينا الأجور وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي كل زوجة من زوجاته اثنى عشر ونصف أوقية يعني مجموعهم خمسمائة درهم وإلا زينب فإنه أصدقها عنه نجاشي بأربعمائة دينار وإلا هكذا كانت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي لا يدخل عليهن حتى يؤتيهن الأجر وقال العلماء هذا في الدلالة على فضل إيتاء الأجر كامل التي آتيت أجورهن وأيضاً وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وكان النبي صلى الله عليه وسلم حتى بالنسبة للنساء كجويريا وصفية التي أخذها بالسبي إنما كانت من الفي ولم يكن يشتري صلى الله عليه وسلم يعني الأهوال يدل على أنها فعلاً لا شبهة في ملك اليمين فيها ثم أيضاً أباح له يعني الله عز وجل خصص هذه يعني كان النبي مفتوح له الزواج ثم جاء الخصوص بأن أباح له النبي صلى الله عليه وسلم تلك النساء التي عنده التي آجأ أجورهن وكذلك بنات العم وبنات الخال ومما أفاء الله عليه ومن وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم مع أن الواهبات للنبي كثير ذكر أكثر من أربع واهبات أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم وكان رخصة للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوجهن ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ ذلك ثم قال سبحانه وتعالى بعد ذلك ترجي من تشاء منهن هنا الآية أيضا نحب نقف معها وقفة يسيرة عندما قال الله عز وجل ترجي من تشاء منهن والإرجاء هنا هذا وهو عندما قال الله عز وجل يا أيها النبي ترجي من تشاء منهن الإرجاء اختلف في هذه الآية بكلها عندما قال الله عز وجل ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقرأ أعيونهن ولا يحزن ويرضينا بما أتيتمهن كلهن إذن ترجي من تشاء منهن يعني هذه رخصة للنبي صلى الله عليه وسلم كما يقول القرطبي اختلف العلماء وأصح ما قيل فيها التوسع على النبي صلى الله عليه وسلم التوسع في ترك القسم يعني وسع على النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو القول المناسب لما مضى وهو الثابت في الصحيح عن عائشة تقول كنت أغار على التي وهبنا أنفسهن ولذلك تقول ما أرى ربك إلا يسارع في هواك وقيل أن القسم كان واجبا عنه صلى الله عليه وسلم ثم نسيق بقول الله ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء تؤخر وتؤوي وهذا هو الصحيح في معنى الآية ولكن قد يشكل في الآية ذلك أذنى أن تقر أعينهن فالما الذي قرّت أعينهن الزوجات النبي قرّت إذا علمنا أنهن لن يطلق لأن الآيات ستأتي أنه لا يطلق إذا علمنا أنه صلى الله عليه وسلم لن يطلق وأنه لن يتزوج عليهن إلا بهذا المسموح به وأن هذا حكم الله عز وجل أنه لم يلزم صلى الله عليه وسلم لم يلزم صلى الله عليه وسلم بالقسم فيقتنعنا أن هذا أمر الله عز وجل أنه أمر الله وكذلك أنه من اعتزلها يردها يمكن له أن يردها إلى فراشها نعم ثم قال سبحانه وتعالى بعد ذلك لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل يعني هنا أيضا حصر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأنواع ومنع كذلك أن يبدل لو أرغب عليه الصلاة والسلام أن يبدل زوجة يطلقها أو يبدلها فمنع النبي صلى الله عليه وسلم ولو حتى كانت المراد أخذها حسنة ولو أعجبك حسنهن وفي هذه الآية شار بعضها العلم إلى جواز النظر للمخطوبة لأنها لا يتبين حسنها من عدم الحسن إلا بالنظر بعد أن وقيل أن الله سبحانه وتعالى لما قال الله عز وجل لا يحل لك النساء من بعد هذا تكرمه للنبي صلى الله عليه وسلم وتكرمه لزوجاته لأنهن امتثلن أمره في الاختيار اختاروا الله ورسوله والدار لأخير لما خيرهن النبي صلى الله عليه وسلم نأتي بعد ذلك سريعا إلى الآية وهي الأدب في بيت النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام إلا أن يؤذن لكم هذه الآية الحقيقة نحب وأرجو أن نلتفت إليها ونتأمل فيها لأن فيها من الفوائد واللفتات سواء ما يخص النبي صلى الله عليه وسلم أو ما يخص الأمة من بعده فقال الله عز وجل في هذا النداء لأهل الإيمان لا تدخلوا بيوت النبي وهذه تسمى آية الحجاب لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم ويدل على أنه لا بد أن يؤذن لكم يعني الإذن الدعوة ثم أيضا الإذن إلا أن يؤذن لكم إلى طعام يقول ابن كثير لما بين أدب النبي صلى الله عليه وسلم وبين أدبه مع أزواجه ذكر أدب الأمة ذكر أدب الأمة معهن وكما يقول في سبب نزول هذه الآية أنس وكما في صحيح البخاري يقول لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بن تجحش تزوجها عليه الصلاة والسلام ووضع وليمة لذلك دخلوا الناس يأكلون ثم تأخر البعض منهم ثم ذهب النبي لبعض حجرات وبعض أزواجه يسلم عليهم ثم رجع يحسب أنهم بقوا وما كث بعضهم قيل ثلاثة من الصحابة لم يخرجوا ثم رجع مرة أخرى ثم ذهبوا وانصرفوا فنزلت آية الحجاب والنهي يشمل من دخل بغير دعوة وبمن دخل بعد الدعوة ولكنه منتظر للطعام لأنكم تعملوا في الآية يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إنه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم إن ذلكم كان يؤذي النبي ويستحي منكم فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن إذن الآية هنا وأرجو أن نلتفت إليها عندما قال الله عز وجل لا تدخلوا إلا أن يؤذن لكم غير إلى طعام غير منتظرين في هذا الطعام أي أنتم غير ناظرين في هذا الطعام غير ناظرين في هذا الطعام منتظرين أن يجهز هذا الطعام ولكن إذا دعيتم فادخلوا وتسمى يقول بعضها للعلم أن هذه الآية هي آية أو كما قيل حجاب وقال بعضهم هذه آية أدب فيها الله عز وجل أدب فيها الثقلاء أو يسمون الفضليين أو الطفيليين وقد ألف بعضها للعلم مؤلفات في بيانهم ويقول ابن أبي عائشة حسبك من الثقلاء أن الشرع لم يتحملهم يعني هذه الآية يعني لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين أينها ولكن إذا دعيتم فادخلوا لاحظوا إذا دعيتم لا تنتظر حتى يعني الأصل أن تدعى وأن تأتي في وقت مناسب لأن هذا كان يؤذي النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق وإذا سألتم هن متاع هنا أيضا بعد أن بيّن الأدب في مسألة الطعام وهذا ينبغي أن نلتفت إليه أننا في الطعام أن يأتي المدعو ولا ينتظر إلا إذا رغب المضيف أن يأتي في وقت أو قريب من بعد أن يدعى قريب من وقت جاهزية هذا الطعام ثم إذا طعم أن ينتشر ولذلك قال الله فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث حتى ما بيّن حال صاحب الحديث ليبيّن أنك تستأنس بالحديث لكن قد هذا يثقل على المضيف ولذلك إذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين والاستئناس هنا يعني قد يستأنس الإنسان بالحديث مع الغيث وينسى أن صاحب الدار له حق وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال بالنسبة لأزواج النبي بعد أن نزلت آجة الحجاب وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب من وراء حجاب حتى أن بعض المفسرين من السلف قال منع أن يرى كسمه كسم أمهات المؤمن يعني لا يرى فقط ليس فقط الحجاب المعرو إنما حتى يكون هذا أيضا ممنوع من هذا ثم قال وهنا ننتبه المسألة ذلكم عندما قال فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر أطهر انتبهوا المعنى أطهر يعني المراد قلوبهم طاهرة القلوب طاهرة لكنها تزداد طهارة قلوبهم طاهرة أطهر لقلوبكم وقلوبهن هم قلوبهم طاهرة لكن هذا الانتثال لهذا الأمر يزيد من طهارة هذه القلوب انتبهوا لها القضية ليس معنا هنا في قلوب شيء إنما قال ولذلك لذلك وإذا أمر هؤلاء الفضلاء من الصحابة ومع تلك الفاضلات بل أمهات الفاضلات أن يقال يمنع الاختلاط معهن وينادينا ويتحدث معهن من وراء حجاب وهذا أطهر فهذا أيضا كلما كانت المرأة أبعد عن الرجال كلما كان أطهر ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قصة فاطمة عندما عقد لها على علي ما كان منها إلا أن بعدا تعرض لها علي وكان زوجها لكنها لم تخرج المرة وكان زوجها قبل أن أدخل بها فكان يقول كان يسأل فاطمة من خير النساء يا فاطمة تقول فاطمة ثم يسأل مرة أخرى ثم لما تعرض لها علي كانت تقول خير النساء من لا ترى الرجال ولا يراها الرجال ولذلك كلما زادت المرأة احتجابا كلما كان أقوى وأطهر لقلبها نعم ثم قال سبحانه وتعالى أن تبدو شيئا أو تخفوه فإن الله يعني أنكم ما يقع من الاتزام بهذه الأوامر في الظاهر والباطن فإن الله بكل شيء عليما ثم قال بعد ذلك لا جناح عليهن في آبائهن بعد أن منعهن من الحديث مع الرجال من وراء حجاب يعني أشكل عليهن فالزنزة لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن يعني أن هذا لا يحتجم منهن وأيضا قال في أثناء الآية واتقين الله أيضا لا تتجاوزنا في الحدود الشرعية يعني لا تتساهن في مسألة التقوى مع هؤلاء المحارم يعني أيضا ينبغي للمرأة أن تراعي مثل هذا الأمر ثم بعد أن بين ما حقوق النبي صلى الله عليه وسلم وحقوق أزواجه جاءت الآية إن الله وملائكته يصلون على النبي تبين أيضا هذه الآية أنه لا تكتفوا فقط لا تكتفوا أنكم لا تؤذون النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه أو في أزواجه لا إنما يكون عندكم مرتبة أعلى من ذلك من الإكرام والتوقير الدعمين فقال الله عز وجل آمرا عباده وقدم بهذه المقدمة وبالثناء وملائكته يصلون على النبي المقصود يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والنبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه وسلم وقال عليه الصلاة والسلام أبخل الناس من ذكرت عنده فلم يصلي علي وفي رواية البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي وذلك العلماء قالوا بعضهم قال أنه كلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يجب يجب وجوبا الصلاة عليه قيل بعضهم قالوا في المجلس الواحد وبعضهم قال أن هذا على الوجوب ولو مرة نعم فينبغي فينبغي لأهل الإيمان أن يحرسوا على هذا هذه الصلاة فإن الله عز وجل وملائكة يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا وصلوا عليه والصحابة رضاً الله عليهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم قل عرفنا كيف نسلم عليك كيف نصلي عليك قلوا اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ثم بعد ذلك قال الله سبحانه وتعالى إن الذين إضون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة هذا تعريض بالمنافقين تعريض بالمنافقين الذين كان منهم من الأذى كما وقعهم في قصة وكما وقع أيضاً في هذه القصة لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذاباً مهيناً فوقعت منهم الإهانة فالجزاء من جنس العمل فأهانهم الله ثم قال سبحانه وتعالى ليس فقط إذاء النبي صلى الله عليه وسلم إذاء الله وإذاء الرسول حتى إذاء الله كيف يقع إن الذين يؤذون الله إذاء الله كما جاء في الحديث يسبن ابن آدم ويؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر يعني تجد أن بعض الناس تعاست هذا اليوم يسب الأيام يسب الدهر وهذا من من الإذاء لله عز وجل والإذاء للرسول صلى الله عليه وسلم كذلك في صوره من البقاء وإذ قال عليه عليه الصلاة والسلام وغير ذلك من الأمور التي نهت الآيات عنها وكذلك أيضا حرم الله عز وجل إذاء المؤمنين والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا أيضا يؤذون أهل الإيمان وكما قال بعض أهل العلم عند هذه الآية عندما قالوا إن هذه الآية إذا كان هذا سب أحد المؤمنين عندما قال الله سبحانه وتعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا طبعا في إن الذين يؤذون الله ورسوله ولم يرد مسألة الاكتساب لأنها معلومة إنما جاءت هنا والذين يؤذون له شبهة أنه لو وقع شيء من الإذاء من المؤمن فآذيته قد يكون لك لكن والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا قال الله عز وجل فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا كما قال في الآية الأخرى فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا والبهتان هو أن تقول الشيء وله لم يقع والإثم المبين هو أن تبالغ في السب والأذية لهذا المؤمن وهذا إذا كان سب أحد المؤمنين يوجب التعزير فكيف بسب حالي من تعلو مكانته فكيف بحال من يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال سبحانه وتعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفور رحيمة وهنا أيضا النداء للنبي صلى الله عليه وسلم ومن آخر النداءات له عليه صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء ونساء المؤمنين يعني يبدأ بنفسك قل لأزواجك وبناتك ثم عمم ذلك ولذلك الداعي ينبغي أن يحرص على نفسه ثم يحرص على من تحت يديه ثم يحرص أيضا على عموم أهل الإيمان قال يدنين عليهن تقريب والجلباب هو زائد على الخمار هو ملحفة توضع على الخمار ولذلك يقول ابن سرين وابن عباس يقول كانت المرأة تخرج وقد أبدت عينا واحدة ملتحفة بعد نزول هذه الآية ملتحفة بهذا الغطاء ولم يدبد منها إلا عين واحدة ولما نزت الآية خرجت نساء العنصار كأنهن الغربان بعد نزول هذه الدنين عليهن من جلابي بهن لماذا؟ ذلك أدنى أن يعرفن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين إذن كأن الآية تشير في الغالب أن من أوذيت إنما هو بسبب قلة إذنائها فلم تدل الجلباب كما أمر الله عز وجل ولذلك أوذيت وكلما ازدادت امتثالا لهذه الآية كلما ابتعدت عن الإيذاء فيا من أردت أن لا تؤذي أدني وبالغي في الإذناء من هذا الجلباب فيعرفك أولئك الفساق أنك لست منهم فيبتعدون عنكم أما الذي تتبرج وتكون سافرة تعرض نفسها لهذا الإذاء ثم قال سبحانه وتعالى لأن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم هنا جاء التهديد للمنافقين التهديد للمنافقين بالعذاب الدنيوي مع العذاب الأخروي لأنهم جاءت الشدة عليهم وكما قلت إن الآية هذه عشرين آية ثلث هذه السورة كانت في المنافقين لما لهم من التحريض والإرجاف هنا أيضاً جاءت مسألة هل لأن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة هل هم سواء نقول هم جميعاً المنافقون لكن بعض الناس قد يكون نفاقهم مبطن بدون أن يظره وبعضهم يعني يكون في قلبه المرض وبعضهم يكون شد ذلك يرجف وبعضهم والمرجفون في المدينة فهم أحوال منافق أو في قلبهم مرض أو مرجف قال الله لنغرينك بهم هذا في العذاب في الدنيوي أن نسلطنك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا يجايرونك فيها إلا قليلاً يعني من بلاغ هذا العمر حتى يخرجوا نعم وإن لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أراد استصلاحهم عليه الصلاة والسلام كما وقع منه عندما قال لعل الله يخرجوا من أصلابهم من يعبد الله ثم قال سبحانه وتعالى بعد ذلك يسألك الناس عن الساعة وإنما سألوا عن الساعة لأنهم كأن هؤلاء المنافقين والكافرين قالوا إن كان العذاب أخرى وإن فمت الساعة قل إنما علمها عند ربي وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة وقال الله اقتربت الساعة وانشق القمر ثم بيّن الله عز وجل أنه بعد أن بيّن حال المنافقين إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا وناصيرا ثم قال يوم تقلب وجوههم في النار وفي قراءة تتقلب وجوههم في النار كما يقول بعض المفسرين أنها كما تتقلب البيضة في الماء الساخن تقلب وجوه يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا قيل السادة هم العلماء وأصحاب الرأي فيهم والكبراء هم أهل الثراء والمال أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل ربنا آتيهم ضيعفين من العذاب ولعنهم لعن كبيرة ثم ختم الآية بأن لا نكون يعني نهى عن إذاء الرسول ثم أيضا جاءت مسألة لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا فالذين آذوا موسى كانوا أيضا آذوه بأنهم يعني عندما قالوا لأننا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها وآذوه عندما قالوا أتتخذنا هزوا في البقرة وآذوه كذلك عندما قالوا هو أدر وأن فيه برس حتى وقعت القصة المشهورة ثم نختم الآيات بقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما هنا أمر الله عز وجل أهل الإيمان أن يقولوا القول السديد ويتركوا أقوال المنافقين والكافرين ولا يعتدون بمقولتهم قولوا قولا سديدا وتأملوا يا أخوان قولا سديدا ماذا يصنع القول السديد يصلح لكم أعمالكم والقول السديد هو القول الموافق المسدد كل ما كان القول مسددا ومقصود به الصلاح والإصلاح سواء في نطقه أو في هيئته كل ما كان هذا القول هو الذي يشمله هذا الترغيب قولوا قولا سديدا ماذا يعمل القول السديد يصلح لكم أعمالكم هذا يدل على أن الفعل أن الدعوة إلى الله عز وجل والأمر بالمعروف سبب في إصلاحك وإصلاح ذريتك قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالهم يصلح فقط ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوز عظيمة ثم ختمت الآية بعرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملناها وأشفقنا منها والصحيح أن الأمانة في كل شيء أمانة وإن كان من أشدها الودائع في الأمانات وأشفقنا منها والمراد بالإشفاق هنا الخوف فأبينا أن يحملناها لاحظوا عرضنا هو عرض تخيير انتبهوا في الآية هذه عرض الأمانة عرض تخيير لا تحتيم لأن بعض الناس يحسب لنا كيف يأبينا لأنه وضحت الآية أبينا وأشفقنا فإذن العرض عرض تخيير لا تحتيم ما أمرهم لأنه عرض عليهم تريدون فأبينا خفنا وهذا الإباء من الشفقة وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا والإنسان يؤتى إما من ظلمه أو من جهله ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات وبالله التوفيق صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته اختفى أثرهم إلى يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم متى ما رابيت فهو محرم وداخف هذه الآية تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر